بعث الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة ذكرى تحرير سيناء وخلال البرقية أكد وزير الدفاع على وفاء رجال القوات المسلحة وعلى إخلاصهم للمهام والمسؤوليات لحماية الوطن وصون مقدسته كما بعث الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة للرئيس عبد الفتاح السيسي وأصدر وزير الدفاع توجيهاته لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة ووزارة الإنتاج الحربي فضلا عن أفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام بمناسبة ذكرى تحرير سيناء كما أصدر الفريق أسامة عسكر توجيهاته لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة ورجال القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام بنفس المناسبة